نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسلم سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في ديوان سمو الولي العهد هذا اليوم الإنجاز الأكاديمي المتميز الذي حصلت عليه مدرسة الشيخ حصة للبنات في أبريل 2014 وهي درجة امتياز غير مشروط في الاعتماد الدولي لمؤسسة مجلس المدارس الدولية CIS والمنظمة الدولية الوسطى MSA بحضور الشيخ حيشان بن عبدالعزيز الخليفة رئيس مجلس الإدارة السابق وشيخ محمد بن أحمد بن سلطان الخليفة رئيس مجلس الإدارة الحالي وعدد من أعضاء المجلس الإداري والهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة وعدد من الطلبة وفي بداية اللقاء رحب سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة بالحضور مشيرا سموه إلى ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله من اهتماما للمسيرة التعليمية في المملكة بوصفها أساس النهضة والرقي للمجتمعات الحضارية مهنيا سموه بالإنجاز الأكاديمي المتميز الذي حققته مدرسة الشيخ حصة للبنات والذي يعتبر إضافة لمسيرة التعليم في المملكة وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة بما تقدمه مدرسة الشيخ حصة من برامج ومناهج دراسية معتمدة وذات جودة عالية وكفاءة لصقل قدرات الطالبات وزيادة معارفهن متمنيا سموه لرئيس وعضاء مدرسة الشيخ حصة للبنات مزيدا من التقدم والازدهار في تحقيق برامجها وأهدافها الدراسية التي أسست من أجلها لدفع مسيرة التعليم في مملكة البحرين وقد استمع سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله إلى عرض عن المدرسة والمشاريع التي تم تنفيذها والمشاريع التي تنوي الجامعة تنفيذها في المستقبل والهادفة إلى تعزيز مكانتها في مجال التعليم بالمملكة وتعزيز برامج التعليم والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال كما قدمت لسموه هدية تذكارية وقصيدة شعرية بعنوان يذخرنا مهدى لجلالة الملك المفدى حفظه الله من شعر الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة وهي مقدمة من إدارة المدرسة وقدمتها الطالبة شيخة بن سلمان بن عيسى بن راشد آل خليفة من جانبهم تقدم الشيخ حشام بن عبد العزيز آل خليفة والشيخ محمد بن أحمد بن سلطان آل خليفة والحضور بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة على حسن الاستقبال مشيدين بالدعم الكبير والمستمر من القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة لمسيرة التعليم في مملكة البحرين معاهدين جلالة الملك المفدى أيده الله بمواصلة الجهد والعطاء في تقديم الرسالة التعليمية في المملكة والإسهام بتطوير العجلة التعليمية بشتى صورها وخاصة للطالبات التي يشكلنا قادة في المستقبل في مختلف المجالات وتعد مدرسة الشيخ حصة للبنات التي تأسست في عام 2001 مدرسة بحرينية خاصة للبنات وهي معتمدة من منظمة الولايات الوسطى الأمريكية المعنية بالتعليم وحصلت على عضوية المجلس العالمي للمدارس ومنظمة إدكسل التعليمية المعنية AGCSA